أكيد ده ينم عن أسطورة كبيرة من ورانا في الستوديو كابتن علي أبو القاسم أهلا بك يا كابتن علي أهلا بحضرتك وشكرا على المقدمة الجميلة ده حقك ومهما قلنا الدول في العالم كلها متقدر لعبتها الأولمبيين ولما بيكون معانا أو في وجود لعب أولمبي لأ احنا لازم يعني ننحني له احتراما وتقديرا لأن اللعب الأولمبي ده بيبقى أعلى أعلى وسام ممكن يجيبوا لعب لبلده هنبتدي مع مشهورك مع السلاح بدأ إزاي وبدأ إمتى وصولا لغاية مديلية 2012 بسم الله الرحيم طبعا الرياضة يعني الأسرة الرياضية جدا وكان فيه تدعيم كبير أن أنا أبقى 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 برياضة بشكل صحي بلاش نقول بشكل احترافي بشكل صحي بشكل صحي دي كانت البداية أنه أقوي المناعة وأبقى أعمل حاجة مفيدة في أوقات الفراغ الموضوع بدأ طبعا كسباحة ورسم فعلا في الأول سباحة ورسم وكراته للدفاع عن نفسه لفكت لفة حلوة لفكت لفة كويسة جدا وممكن كان فترة البطولات ممكن ما كانش بيقى فيه انجزاب للعبة لحد ما قابلت رياضة الشيشة في اسكندرية في نادي الساحة سكنداري وتعلقت بيها جدا وليت ابن اسكندرية ابن اسكندرية موليد الجزائر جزائر يعني تتولدت في الجزائر بس عيشت هنا في اسكندرية عيشت في اسكندرية فترة كبيرة جدا وهو الحد المدالية الأولمبية وبعد كده لفت العالم بقى لفتها بقى ما شاء الله هو أكبر عليك بدأت السلاح في اسكندرية كان عندك كم سنة تقريبا بدأت 98 كان عندي 8 سنين زغير يعني اللفة دي كلها كانت قابل كل ذا كانت قابل تأهيل وهم مهم يعني كل الألعاب طبعا فديتك كل الألعاب مفيدة في الآخر نفس الفكرة بس طبعا مهمة تبقى الحاجات المقاومات اللي عند اللاعب بيقدر يوظفها في اللاعب ولقيت نفسي في سلاح الشيش كنت استخدت خلفية من الألعاب الأخرى فديتني في البداية وأنا أشول فالألعاب اللي هي باستخدام إيد واحدة زي الألعاب المضرب ولما يكون الشمال بيبقى متعب بزيزة متعب لأنه حاجة بتبقى نادرة شوية بزيزة فحسيت أن أنا فيه تأفيه تميز فسمعت كلام حلو فمنجزة اللعبة كملت طبعا كان دايما فيه صعوبة إن إحنا نقحق نتيجة على مستوى عالي ويمكن ده كان التحدي اللي شديني إن أنا أحاول أكثر القاعدة دي إنه ليه إحنا بنغسل في اللعبة دي خاصة أن أنا تربيت على أجيال قوية جدا وإحنا صالة بتاعتنا في نادي الساح كاسمها صالة مصطفى زيان برضو من أساطير اللعبة والشهد التوفف في حدث الأليم في الطيارة كان فريق بطل عالم فإحنا امتداد برضو الأجيال كبيرة من أول أحمد حسنين باشا أول واحد مصر في الأولمبياد فطبعا كان نفسي أكمل المسيرة دي والحمد لله ربنا كرامني بمدالية لندن ولسه مكمل ومكملين فيه أبطال جداد على الصحة وبيعملوا نتاك كويسة جدا وبيحاول على قد الإمكان أن أنفدهم أو أكون إلهام لهم على قد مواضر عايز أقولك أن أنت مشاء الله كمان أنت مذكر تاريخ واللي مالوش زي ما بيقوله مش حافظ تاريخه مش هبقى عنده تدافع أن يعمل حاجة في الحضر بتاعه لازم تعرف تاريخك كويس ولازم تبقى عارف أن أنت جايز تكمل الأعظام يعني كتير ويمكن إحنا محتاجين ده في البلد دلوقتي محتاجين ده مش بس على مستوى الرياضة على مستوى كل القطاعات لازم تعرف أن أنت جاي من يعني سلالة أو عظام سبقوك فلازم تكمل اللي هم أكملوك طيب النهاردة أنت قبل ما تروح خليني أقف عند محطة مهمة وهي لندن قبل ما نروح للمحطة اللي جاية إن شاء الله وهي باريس عشرين وعشرين قبل ما تشارك في لندن كان فيه مؤشرات بتقول أن علاقة هياخد مدالية ولا كنت بعيد يعني أنا عايز أحط الأجواء لأن الأجواء هنا هتبقى مشابهة للباريس اللي جاية هل كان فيه توقع ليك بمدالية ولا أنت جيت من بعيد والله السن أيامي لأنك طلع من مرحلة الناشئين يعني يمكن ده اللي كان حاطت المدالية بعيد ولكن المؤشرات كان مداليات في بطوط عالم ناشئين فوست ببطوط عالم ناشئين وكانت المرحلة اللي بعدها مرحلة الكبار بس الترانسفير ده كان فيه وقت خدت لك سنتين مثلا في الرجال قبل الناشئين ولا خدت سنة يعني كان موسم كامل وله والله البطولات يعني هي فيه بنعمل حاجة فيه محطات إعداد ومحطات تأهيل وفيه البطولة الكبيرة البطولة الكبيرة هي بطوط عالم أو الأولمبيات نعم الشغل بيبقى للبطولة دي في خلال التحضيرات ما بفيش حاجة اسمها لعب راح يجيب مدالي بس أنا قصد انت انت خدت بطولة علامة الناشئين بس لما بتطلع تلعب تلعب بعيبة تانية أكبر منك بخمس وست وسبع وتمن وعشر سين وما لعبتش معهم قبل كده فالنهاردة سنة أنا مجيت نظري انت عملت تحدي سنة شكرا